أسعد الله مساءكم بكل خير أحبتي ومتابعين قناة القاطع للأسماء نقدم لكم اليوم معنى اسم هنا وصفات حاملة الاسم اسم هنا من الأسماء ذات أصول عربية الذي يحمل الكثير من المعاني المميزة واسم هنا من الأسماء التي تحمل معنى نتمنى أن يوجد في حياة كل فرد وهو السعادة والفرح والسرور الكثير بالطبع كل هذه المعاني الجميلة تضيف إلى صاحبة الاسم الكثير من المميزات المختلفة واسم هنا من الأسماء التي لا تسيء إلى القرآن الكريم أو السنة النبوية كما أنه لا يتعلق بأي من الأديان وهو أيضا لا يدعو للشرك بالله ولا يهين من صاحب الاسم بل إنه معانيه جميلة ومميزة بين الكثير من الأسماء لذا فهو من الأسماء التي هي فريدة من نوعها لذا فهو منتشر كثيرا في الدول العربية حكم التسمية باسم هنا في الإسلام بالطبع كما أوضحنا أعلاه إن اسم هنا لا يحمل أي معاني مهينة أو بذيئة لصاحب الاسم كما أنه لا يسيء إلى أي من القرآن الكريم أو السنة النبوية كما أنه لا يتعلق بأي من الأديان لذا يمكن القول أن التسمية به لا يوجد ما يمنعها بل هو يضيف إلى صاحبه الكثير والكثير لذا يمكن التسمية به دون أي قلق من معنى الاسم صفات حاملة اسم هنا يوجد الكثير من الصفات المختلفة التي يمكن أن تميز صاحبة اسم هنا ومن بين هذه الصفات ما يلي فتاة تحب أن تنشر الفرح والسرور والسعادة بين الناس فتاة مميزة حيث أنها تحمل الكثير من الصفات التي تجعل الآخرين يحبونها كثيرا فتاة لها العديد من الأنشطة الخيرية والمشاركة في الأعمال التطوعية التي تضيف إلى شخصيتها وتنمي من طموحها فتاة يمكن أن يتم الاعتماد عليها في الكثير من الأزمات الصعبة حيث أنها تجيد التصرف فيها بشكل سليم فتاة محبوبة من الجميع سواء كان أهلها أو أصدقاؤها حيث أنها تساعدهم بشكل كبير وتقف بجانبهم في الأوقات الحزن قبل أوقات الفرح تحب أن تسافر إلى الأماكن الهادئة التي تجعلها تسرح بخيالها بشكل كبير حيث أنها تعشق هذه الأماكن تعشق التواجد في الأماكن التي يوجد بها بحر واسع حيث أنها تجد المتعة في النظر إلى البحر فتاة عاشقة للخيال وتجد فيه متعتها كثيرا حيث أنها تجد بالواقع الكثير من المتاعب تحب السفر والتنقل والترحال كما أنها تحب أن تتظل على كل ما هو جديد تحب القراءة كثيرا حيث أنها فتاة مثقفة كثيرا وتود أن تنمي عقلها بالقراءة بشكل دائم تحب أن تقوم بمورسة الرياضة بانتظام وخاصة رياضة المشي الذي تنميها بالكثير من الفوائد المختلفة لها الكثير من النشاطات الاجتماعية في المجتمع حيث أنها تود أن تؤثر فيها بشكل إيجابي هي فتاة عاشقة للموسيقى الهادئة والأفلام الرومانسية وتفضل الزواج عن حب أفضل عن الزواج التقليدي ما معنى اسم هنا في القرآن الكريم والإسلام اسم هنا من الأسماء المميزة والجميلة وهي لم يتم ذكرها في القرآن الكريم أو السن النبوية ولكنه من الأسماء المحببة لذا لا تحمل أي معاني بذيئة لذا يمكن القول أنه يمكن التسمية به دون أي قلق بالرغم من عدم ذكره في القرآن الكريم إلا أنه من الأسماء ذات الأصول العربية شكرا للمشاهدة إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد لدينا من فيديوهاتنا القيمة ولايك وشير وتعليق تحفيذي بنشر المزيد من الفيديوهات إن شاء الله كان معكم مقدم الحلقة حسام شاكر ودمتم في رعاية الله وحفظه وانتظرونا في الفيديو القادم شكرا للمشاهدة